الكون مش بالبساطة اللي احنا فاكرينها وحتى الان ما يقدرش حد يجزي من ان اكتشفنا كل اسراره الكون ابعت بكتير من الارض والشمس والامر والمجموعة الشمسية اللي احنا عارفينهم وكل يوم بتحصل اكتشافات جديدة بتغير كل ما فاهمنا عن الكواكب والفضاء اكتشافات ممكن من غرابتها تحس بصعوبة في تصديقها او تفسيرها اهلا بيكم انا محمد جابر والنهاردة هاخدكم في رحلة مختلفة شوية هكلمكم النهاردة عن اغرب عشر كواكب في الكون ولكن قبل ما نبدأ لو اول مرة تشرفونا ياريت ما تنسوش تعملوا اشتراك في القناة وتفعلوا جرس الاشعارات على الكل وده عشان يوصلكم كل فيديوهاتنا وكمان ما تنسوش الاعجاب بالفيديو عايزكم تشدوا حيلكم معنا عشان نوصل الفيديو ده لعشر تلاف لايك واستنوني بعد الفاصل رحلتنا النهاردة هكوم مليانة بالكواكب الغريبة عاوزكوا تركزوا معايا واقعوا تفوتوا اي جزء من الحلقة اول كوكب هنبدأ به النهاردة هو عملاق الغاز سيء السمعة كوكب الحلقات الضخمة جي فورتين زيرو سيفن بي تم اكتشافه في قوائل سنة 2007 وبيبعد عن كوكب الارض بحوالي 420 سنة ضوئية والغريب في الكوكب ده انه على الرغم من صغر حجمه ولكنه محاط بحلقات عملاقة بتدور حواليه باستمرار الحلقات دي مختلفة تماما عن الحلقات اللي بتدور حواليه كوكب زحل وده لان بغض النظر ان حجم كوكب زحل كبير جدا ولكن الحلقات اللي بتدور حواليه الكوكب ده اكبر بـ 200 مرة من حلقات كوكب زحل وحتى الآن لم يتمكن العلماء من تفسير سبب وجود الحلقات دي حواليه يعني ما كانوش فهمين تاني كوكب معنا النهاردة هو كوكب الصخرة الملتهبة اسمه العلمي كروت سيفن بي وده بيعتبر اول كوكب صخري تم اكتشافه خارج المجموعة الشمسية وبيبعد عن كوكب الارض بحوالي 489 سنة ضوئية واسمعوا بقى قال عنه العلماء ايه بالنص قالوا ان الكوكب ده لا يختلف كثيرا عن كوكبنا ولكنه يشبه التصور الفعلي للجحيم تم اكتشافه في فبراير 2009 وبيعتبر من اغرب الكواكب الصخري على الاطلاق احد اوجهه الكوكب ده قريبة جدا من نجم متواهج وشديد الحرارة وده بيخلي الناحية من الكوكب اللي مواجه للنجم مباشرة بتبقى طول الوقت عبارة عن جحيم من البراقين والانفجارات والصخور المتسقطة درجة حرارة نص الكوكب المواجه للنجم بتوصل لمتين درجة مقوية ولك انت تخيل يعني كأنك قاعد وسط بركان طول الوقت اما النص التاني من الكوكب واللي مش مواجه النجم فبتوصل درجة حرارته لمتين وعشرين درجة مقوية تحت السفر يعني تلجو برودة فوق ما تتخيل ولو حسبناها مقارنة بالارض عندنا فبتوصل برودة نص الكوكب اللي هو بعيد عن النجم لأضعاف برودة القرب الشمالي الارضي تالت كوكب بقى معنا النهاردة هو الكوكب المعتم كوكب المضلم يعني بالبلدي كده اسم الكوكب العلمي تريستو بي وده من اجمل الكواكب اللي تم اكتشافها على الاطلاق تم اكتشافه في سنة 2006 وبيبعد عن كوكبنا بمسافة 750 سنة ضوئية وتسمى بالكوكب المعتم لان غلافه الجوي مش بيعكس غير واحد في المية فقط من الدوق اللي بيسقط عليه اما بقى له هنتكلم على واحد في المية من الكوكب اللي بيعكس الدوق واللي بيتواجد في بعض الاجزاء على سطح الكوكب فهنلاقي ان الاجزاء دي بتعكس الدوق الساقط عليها باللون الاحمر الخافط وده اللي بيديله شكل جميل جدا ومميز عن كل الكواكب اللي تعرفوها رابع كوكب معنا هو الكوكب الماسي وانا لما بقول الماسي فانا اقصد انه كوكب ماسي فعلا اسمه العلمي كان سيري 55 والكوكب ده بقى عبارة عن قطعة كبيرة من الماس بتزبح في الفضاء تم اكتشافه في 30 اغسطس 2004 وبيبعد عن الارض مسافة 40 سنة ضوئية الكوكب ده في بداية تشكيله كان بيحتوي على كميات كبيرة من الكربون وبسبب الضغط الشديد والحرارة العالية جدا اتحول عنصر الكربون لماس الماس ده قالت عنه مجلة فوربس في تقرير اصدارته ان لو خدنا 18% منه فقط هتكون كافية لسدادة ديون الاجمالية لكل حكومات العالم واللي بتعادل تقريبا 50 تريليون دولار الكوكب ده بيلف بسرعة كبيرة جدا لدرجة ان السنة هناك بتساوي 18 ساعة فقط بحسابات الارض يعني انت لو عيشت هناك 60 سنة مثلا هيبقى انك عيشت 45 يوم على الارض فقط الستين يوم هناك بشهر ونص يعني وبيقدر العالماء حجم الكوكب ده بضعف حجم كوكب الارض تخيلوا بقى لو كنتوا عايشين هناك وسط الماس ده كله يا ترى كنتوا هتحسوا بايه؟ قولوا لنا تحت في التعليقات خامس كوكب معانا هو كوكب التلج المشتعل اسمه العلمي جليز 436P وده بقى كوكب حكاية لوحده ونقدر نقول انه من اغرب الكواكب اللي تم اكتشافها حتى الان تم اكتشافه في ديسمبر 2013 والغريب بقى في الكوكب ده ان سطح الكوكب مغطى بالجليد بالكامل على الرغم من ان درجة حرارته وسخنته بتعتبر هي الاعلى على الاطلاق في كل الكواكب اللي شرحناها الكوكب ده قريب جدا من النجم اللي بيدور حواليه وبتوصل درجة حرارة سطح الكوكب ل400 درجة مقوية انت متخيل الرقم 400 درجة وهنا لازم سؤالي يجي بالك وتقول لي هو ازاي عم جابر درجة حرارته بتوصل ل400 درجة مقوية وسطحه كله مغطى بالجليد ايه عم الكلام ده ما تقول كلام نفهمه عشان نفهم حكاية الكوكب ده هحتاجكم تركزوا معايا قوي في الكام جملة اللي جايين دول الكوكب ده حجمه كبير جدا وحجمه كبير ده بيولد جاذبية كبيرة جدا ولما بيدوب الجليد اللي على سطحه بتمنع جاذبية الكوكب القوية جدا بخار المية من التبخر وبتجبر المية على البقاء بحالتها الصلبة المتجمدة زي ما هي وعشان كده بيفضل التلج موجود على سطحه وده على الرغم ان الكوكب ده عامل زي الجحيم من الداخل وبيفضل الكوكب فريد من نوعه وشبه قطعة من التلج المشتعلة باستمرار سادس كوكب معانا هو الكوكب المائي او الكوكب المحيط لزي ما بيقولوا عليه اسمه العلمي جي جي 1214 بي وده بقى كوكب مائي بالكامل يعني تقدر تعتبره محيط كبير وده لانه مفهوش اي يابس خالص تخيل معي لو قاعت فيه هتفضل عايم طول عمرك ومش هتشوف اي حاجة هناك غير المية المية اللي فيه كمان عمقها كبير جدا وبتوصل لمركز الكوكب طبعا اكيد هيطلع لي حد زكي دلوقتي ويقول لي هنعمل مراكب ونعيش عليها هرده واقول له هتجيب الخشب منين يا زكيم انا بقولك كله مية الا بقى لو هتعرف تجيب خشب كفاية معاك وانت جاي من الارض مثلا سبع كوكب معنا النهاردة بقى مختلف جدا اسمه الكوكب الزجاجي اسمه العلمي HD 1897-33B وغرابة الكوكب ده انه محاط بالغيوم دايما والغيوم زي ما احنا عارفيني المفروض انها لما بتتجمع بتنزل مطر مية ولكن الغيوم في الكوكب ده بتمطر زجاج مش مية تخيل بقى لما السمه تمطر عليك ازاز ولو كنت فاكر انك تقدر تهرب من مطر الازاز فانت غلطان وده لان امطار الزجاج بتغطي كل حتة في الكوكب ومستمرة للابد بدون توقف وبتمطر كمان بسرعة عالية جدا بسبب الرياح الشديدة اللي على الكوكب ده طبعا اكيدة تسأل نفسك دلوقتي ايه اللي بيخلي السمه تمطر زجاجي عم جابر ايه الكلام ده بص يا سيدي السبب في الامطار دي بيرجع للغلاف الجوي اللي بيحيد بالكوكب وده لانه بيحتوي على نسبة عالية من السيليكون وقربه من النجم بتاعه بيخلي حرارته عالية جدا والحرارة العالية دي بتسبب انضغاط لجزيئات السيليكون وبتخليها تسكت باستمرار على سطحه الكوكب ده لونه جميل جدا لونه ازرق وفعلا مميز ولكن ما انصحكش تروح هناك اطلاقا الا بقى لو لقيت وسيلة تهرب بها من امطار الازاز تامن كوكب معنا النهاردة كوكب بيضاوي اسمه العلمي واسب 12B حجمه ضعف كوكب المشترى تقريبا ولكن حجمه بيقل وبيتأكل باستمرار بسبب قربه من النجم بتاعه ولفي الكوكب بيحتوي على مراكب اكسيد الالمونيوم واللي بيدخل في تركيب حجر اليقوت الكوكب ده تم اتشافه في ابريل 2008 وبيبعد مسافة 1400 سنة ضوئية عن الارض ايه بقى الغريبي عم جابر في الكوكب ده ما كل اللي قلتو ده عادي اصبر علي بس اتقيل جاي ورا اكتشفوا ان الكوكب ده بيدور حوالي النجمه باكتر من يوم بحاجة بسيطة يعني انت لو قضيت هناك اسبوع هترجع الارض هيكون عد عليك سبع سنين يعني هتسيب ابنك لسه مولود وهتسافر اسبوع واحد للكوكب ده هترجع تلاقي ابنك اللي كان لسه مولود دخل مدرسة وبقى في سنة اولى او تانية ابتدائي مثلا وعلى الرغم ان الكوكب ده مش بيعكس اي ضوء اطلاقا ولكن درجة حرارته العالية بتخليه يصدر ضوء احمر كأنه معدن منصهر لو حد حسه غريب ياريت يقولي تحت في التعليقات تاسع كوكب معانا هو كوكب الموت اسمه العلمي جليز 5A1C وده كوكب بيبعد حوالي 20 سنة ضوئية فقط عن الارض يعتبر اقرب واحد في كل الكوكب اللي شرحناها النهاردة يعني الكوكب ده بيعتبر من اكتر 3 كوكب مكتشفة وصالحة ان احنا نقدر نعيش عليها وبيعتقد العلماء كمان باحتمال كبير احتواء الكوكب ده على كائنات حية الكوكب ده بيتشابه في خصائصه جدا مع كوكب الارض بتاعنا ولكنه بيختلف عننا انه بيدور حوالي النجم قزم احمر ده غير ان الكوكب نفسه مقيد ومس بيدور حوالي نفسه ليه جهة بتبقى مواجهة للنجم القزم دايما ودي بيكون حرارتها عالية والناحية التانية بتكون بعيدة عن النجم باستمرار وبتوصل درجة حرارتها للتجمد هتقول لي تب ازاي عم جابر ممكن نعيش علي كوكب زي ده ما انت بتقول لي اما درجة حرارة عالية جدا اما تجمد هقول لك يا سيدي بين المنطقة الحرة والمنطقة الباردة دي بنلاقي في منطقة موجودة في النص كده درجة الحرارة فيها معتدلة والمنطقة دي بيعتقد العلماء انها صالحة للحياة لاعتدال جواها طول الوقت والسبات في اعتدال جواها ده لان طبعا الكوكب مش بيدور وبالتالي ظروف المناخية بتعتبر سبتا للأبد جينا بقى لاخر الكوكب واكتر كوكب هيبسطكم النهاردة زي ما بيقولوا كده اختاموها مسك اسمه العلمي كيبلر فورس ري ات بي الكوكب ده تم اكتشافه قريب في سنة 2015 وبيبعد عن الارض مسافة 472 سنة ضوئية ايه بقى الغرابة في الكوكب ده الغريب في الكوكب ده انه بيشبه الكوكب الارض بالزبط هتقول لي وايه المشكلة يا عمي محمد يا جابر لما يشبه كوكب الارض هقولك لا اركز معايا لما يشبه كوكب الارض بالزبط بخصاصه فدي حاجة ندرة جدا يعني النجم بتاعه بيبعد عنه مسافة ممناسبة وده بيخلي درجة حرارته معتدلة ده بالاضافة لاحتمالية وجود الماء على سطحه وبالصورة السائلة اللي احنا نعرفها طب وايه الغريب في كده الغريب في كده بكل بساطة انه بيحتوي على اهم المقاومات لنشقة الحياة اللي نعرفها يعني لو حبينا ننقل عليه من الصبح نقدر ننقل ونسيب الارض عادي جدا ودي حاجة طبعا ما بتتكررش كتير وبوصلنا الكوكب كيبلر بنكون وصلنا لنهاية حلقتنا النهاردة طبعا العشر كواكب دول مش اخر الكواكب اللي ممكن نتكلم عنهم قولونا تحت في التعليقات لو عجبتكم الحلقة دي وحبيين نعمل لكم حلقات اكتر عن الفضاء قولونا كمان ايه اكتر كوكب من الكواكب اللي شرحناها النهاردة لفت نظركم بس كده انا خلاص خلصت لو عجبتكم الحلقة ياريت ما تنسوش تعملوا اعجاب للفيديو وده لان اعجابكم بالفيديو اكبر ده اعملين اننا نكمل عايزكم تشدوا حلكم معنا عشان نوصل الفيديو ده لعشر تلاف لايك اما بقى لو اول مرة تشرفونا فانتو فايقكم كتير وهيشرفنا جدا لو عملتوا اشتراك في القناة وفعلتوا جرس الاشعارات على الكل وده عشان يوصلكم كل فيديوهاتنا الشيقة جدا كان معاكم البرينسيب الزيادة مهمة جابر ونشوفكم في حلقة جديدة